تحية الكفاح والصمود في هذا الجمع العام الذي وسبق لنا ان نظمناه مثله في العاشر من شتنبر من هذه السنة اي شهرا كاملا من بعد الحريق المالي الذي اتى على شركة سمير وقلنا في هذا المكان وبنفس الفم بان من كان يعبد فانه مات ومن كان يؤمن بالله والعزاء فان كل التماثيل والاصلام سقطت وستسقط تباعا من يوم لآخر لاننا وصلنا المنعرض ولان الفسد وصل اوجه والامة تخرب بفسادها وحينما يستشر الفساد فسيأتي الانغيار وستأتي النهاية نريدهم ان ينتهوا جميعا ولكن لا نريد لمؤسسة سامير ان تنتهي لان سامير هي التاريخ هي الوجدان هي الوجود هي الاستقلام هي الامل هي السيادة فكل من يعتبر نفسه مغربي وبغض النظار نظر عن كل الحسابات الامجية فاننا اليوم امام قصف مباشر وخطير لسيادة المغرب ولامنه الطاقي ويجب على الجميع ان يتحمل عن سوريتها اننا اليوم وبعد التقرير الاخير لمنظمة الدولياء فالمغرب على مستوى المعشرات الطاقية ما زال مصنفا في الرتبة 111 وهذا السنيف يعتمد اساسا على مدى قدرة الدولة على تأمين امنها الطاقي والمغرب بهذا الشكل الذي دخل به فانه غامر بكل امنه الطاقي وغامر بكل سيادته في هذا المجال نحن اليوم نتحدث ربما لاننا نقاضيون او للصدفة اننا نقاضيون ولكن كانت الاقدار ان نكون غير هذا وليس لاننا نقاضيون فمطلوب مننا ان نقتصر في خطابنا على الشأن النقاضي ان ما يقع اليوم بشركة سمير ايها المغاربة هو تقاطع لكل الابعاء في الاجتماع والسياسي والحقوق والنقاضي ومن هذا المنطرة فان اخوانكم في الجرهة النقاضية وتحديدا في الكونفيدرارية الديمقراطية للشغل والفيدرارية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغريب لم نشأ ان تبقى القضية قضية نقاضة صرفة وقررنا ان ننقلها الى داخل مدينة المحمدية بمؤاثرة حلفائنا في التنظيمات السياسية وفي الجمعيات في مدينة المحمدية ونحن في الطريق الى ان يصبح هذا الملف ملفا وطنيا والى ان يصبح هذا الملف ملفا دوليا لانه في الاخير سنلتقي في محكمة الباكدولي حتى تفك هذه الجره وتفك هذه الازماء اخواتي اخواني لم يسمع لنا الجميع او لم يفهم الجميع ما كنا نقوله والى حدود اللحظة فما زال من يعتقد ان الاملية مصرحية مفبركة وسيموت بطل الفيلم قبل نهاية حلقاتها نقول بان الامر جدي وليس بمهدلة ولا بمصرحية ان الامر يتعلق ايها الاخوات والاخوة بتورط سياسي للمغرب من خلال معجيل سياسة الخوصة وتفويت اموال ومتلكات الشعب دون ان يضع كل الدوابط وكل القيود من اجل دمان حقوق جميع الاطرار اننا اليوم امان قضية في كل تشعباتها لنقول وبالصراح الواضع باننا النقابيون كنا مستشرفون للازمة ونبنا الى هذا منذ الخصوة سياسي سمعة وتسعين ونبنا قبل حريق الفين وجيش ونبنا قبل حريق الفين اخل ستاش ولم يفهم الجميع ما كنا نقوله اهل اتعد الجميع اهل فهم الجميع اهل اكتوى الجميع بنار هذه الازمة الجميع الجميع خاسر في القضية